السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقات المتعلمات مرحبا بكم في هذا الفيديو في حصة اليوم إن شاء الله سننجز الدرس السادس عشر تحت عنوان تنظيم بيانات في جدول اوغانيزاسيون دوني دونزان طابلو الصفحة 69 والصفحة 70 والصفحة 71 من مرجع المرجع في الرياضيات للسنة الثانية من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة والمنقحة طبعة 2021 إذن نبدأ بالنشط الأول لنبحث جميعا نلاحظ ونملأ الجدولة إذن عندنا متلتات مربعات أقراص أشكال آدم عندنا أشكال وفاء وإيمان بدأوا بأشكال آدم مثل على المتلتات أشكال من المربعات أشكال ثلاثة في المثلتات أخرى من الثلاثة بالنسبة للأقراص عندها اثنان. نمشي الايمان. بالنسبة لمثلتة عندها اثنان. بالنسبة للمربعات لديها اثنان. اما بالنسبة للأقراص فلديها واحد. بالنسبة للمثلتات. والين هنا مربعين على الأقراص عندها الثلاث تلات. بالنسبة للمثلتات. لديها نقودة للمتلتات المربعين.� nào من الهدى في المشموع الثلاثة والافاء عندها ستة. Lak Ahí نحسبة وWhoa وإيمان على الأقراص عندها ستة. نحن نحن نحسبه za du burden. بالنسبة للمثلتات يخصين الناس للنشاط الأول نحن نتحق جميعا. نمر الآن إلى الحصة الثانية ونبدأ بالتمرين الأول أتعرف ما بمقلمة أصدقائي وأكتب الجدولة أمينة إذن أمينة قالت في مقلمتي أربع أقلام ملونة وممحات وقلمان جافان إذن هل عمر جدون تلقى من الكلام ديلها قالت لك في المقلمة ديلها أربعات الأقلام ملونة أقلام جافة جوج وممحات أحدى سامي في مقلمتي ست أقلام ملونة وثلاث مماحي وقلم جاف واحد خديجة في مقلمة تماني أقلام ملونة تماني أقلام وقلم جاف واحد القلم جاف يعني الممحات ما عندها صفر نمر إلى التمرين الثاني قامت فاطمة بجمع معلومات تتعلق بعدد الأولاد في كل أسرة من أسر تلاميذ قسمها وقدمت الجدول التالي عدد الأولاد ثم عدد الأسر يعني اللي عندهم أي مقلم أحد الولد سبعة الأسر اللي عندهم جوج ولاد تمانية الأسر ستة الأسر عندهم ثلاثة الأولاد وتتات الأسر عندهم أربعات الأولاد وأسرتين عندهم خمسة الأولاد نلاحظ جدول ونجيب عدد الأسر التي لها 3 أولاد يعني 3 أولاد 6 عدد الأسر التي لها أقل من 3 أولاد يعني 8 زائد 7 تسوي 15 8 عندهم جوج و 7 عندهم 1 8 زائد 7 تسوي 15 عدد الأسر التي لها ولد 1 7 عدد الأسر التي زارتها فاطمة سنجدهم جميع تجيرها 7 زائد 8 15 8 زائد 6 و 21 9 زائد 3 و 24 9 زائد 2 و 26 أسراء زارتها إيمان سنجدهم جميع تجيرها عدد الأسر إذن بالنسبة للتعليمات الجدول يمثل بيانات عدد الأسر وعدد الأولاد في كل أسر عدد الأسر التي لها أكثر من 3 أولاد هي أكثر من 3 أولاد يعني 6 زائد 4 إذن هنا يبينون لنا كيف نستخدم هذه الجدول وكيف نعرضوا على البيانات في هذه الجدول وكيف نقرأها إذن بالنسبة لمعجم المصطلحات بيانات أمر الآن إلى الصفحة 70 لكي ننجز بقية التمارين التمارين الثالث هذه بيانات عن النقاط التي حصل عليها تلاميذ أحد أقسام السنة الثانية خلال أحد فروض المراقبة في الرياضيات إذن هذه النقاط هي اللي حصل عليها التلاميذ إذن أنظم هذه البيانات في الجدول نبدأ بالنقاط إذن لدينا 8 16 15 إذن نشوفوا أقل نقطة 4 ثلاثة إذن أقل نقطة هي ثلاثة كينة 4 كي اللي جاب 5 كي اللي جاب 6 كي اللي جاب 7 كي اللي جاب 8 كي اللي جاب 10 كي اللي جاب 10 نحسبوش حال من واحد جاب ثلاتة هواحد هواحد هجوج جوجcht تلام جابه ثلاثة نحسبوش حال من واحد جاب 4 هواحد إذن واحد اللي جاب 4 نحسبوش حال مواحد جاب 5 هواحد هجوج هتلات هاربعة ربعة تلام جابه 5 اضع المقرار واحد يأجلب 6 4 6 عشر حالماق ya 3 4 8 و constructor كم ترميد حصل على نقطة خمسة وما فوق كم لكما نظري الوقت الرابع. في احد اقسامي السرة الثانية سبع تلاميذ مسجلون في نادي الرياضي حسب ايام الاسبوع كالتالي. احمد مسجل اثنين الخميس. علي اثنين ثلاثة وفاء الخامس الجمعة. ايمان اثنين الخامس الجمعة. فاطمة اثنين ثلاثة خمس جمعة. صارت ثلاثة الجمعة. غيطة اثنين الخامس الجمعة. اذا هنا غتينضموا هاد المعطيات في هاد الجدول. غير شعرة. اذا الاثنين كيكون في حمد. حمد كيكون اثنين الخميس. علي كيكون اثنين والثلاثة. وفاء كتكون الخميس الجمعة. خميس الجمعة. ايمان كتكون الاثنين والخميس الجمعة. فاطمة كتكون الاثنين والثلاثة والخميس الجمعة. سارة كتكون ثلاثة الجمعة. غيطة كتكون الاثنين والخميس الجمعة. هذا في ما يخص السؤال الرابع. نمر الآن الى السؤال الخامس. بمكتب المدير انتبهت وفاء الى الجدول به عدد تلاميذ كل قسم. اقرأوا بيانات وأجيب. اذا هنا عدنا السنة الاولى في الاينات 18 والذكر سبعة والمجموعة 25 الى اخرى. سوف نرى عدد الاينات في السنة الاولى هو. نرى الجدول. نرى السنة الاولى ومشيوا الاينات هو 18. عدد الدكر في السنة الخامسة. نرى السنة الخامسة. عدد الدكر الاينات عدنا 10 والذكر 19. يعني عدد مجموعة تلاميذ هو 29. عدد تلاميذ قسم السنة الرابعة هو. السنة الرابعة عدنا 15. خمسة زايد خمسة عشرار. احتفظوا بواحد. خمسة زايد واحد زايد واحد زايد واحد ثلاثة. اذا 30 تلميذ اللي عدنا في المجموعة. عدد الدكر السنة السنة السادسة. السنة السادسة. الاينات 16. والذكر ما عندنا 28 في المجموعة. اذا 20 نقص 6. 8 نقص 2. و جوج نقص واحد. واحد. 6 زايد جوج 8. واحد زايد واحد جوج. يعني 28 في المجموعة. الظكر 12. اذا 12. والاينات 16. عدد الاينات السنة الخامسة نفس الشيء. سنطلع عمليات الطرح. 6 نقص 4. كتساوي جوج. وجوج نقص 1. كتساوي 1. اذا اثنان زايد اربعة يساوي ستة. واحد زايد واحد يساوي اثنان. اذا الاينات هو اثنى عشر. الهدف فيما يخص الاجابة عن التبرينس الخامس. نمر الان الى الصفحة واحد وسبعون لنثمين بقية الاسئلة. السؤال السادس. خلال اسبوع الاحتفال بالغابة زرع تلاميذ السنة التانية شجرات بقدر عدد تلاميذ مزرستهم. كما يلي. اذا اليوم اليوم الثانيين زرعوا 16 شجرة. الثلاثة 18 للاربعة غرسوا 11 شجرة ونهار الخميس غرسوا 15 والجمعة 19 والسبت 23. عدد الشجرات المغروسة يوم الخميس هي 15. عدد الشجرات المغروسة يوم السبت هي 23. اليوم عدد تلاميذ هذه المدرسة هو. اذا نحسبه. اذا انا قلت خلال اسبوع زرع تلاميذ السنة التانية عدد الشجرات بقدر عدد تلاميذ مدرستهم. نحسب المجموع ديال هذه المغروسات اللي غرسوا في هذا الاسبوع. 16 زائد 18 زائد 11 زائد 15 زائد 16 زائد ثلاثة زائد الوحدات. ستة زائد تمانية تساوي اربعة عشر. زائد واحد تساوي خمسة عشر. زائد خمسة تساوي ستة عشر. زائد تسعة تساوي سبعة وعشرون. زائد ثلاثة تساوي تلاتون. اذا سنكتبوا صفر ونحتفظوا بتلاتة. زائد واحد تساوي اربعة. زائد واحد خمسة. ستة سبعة ثمانية سعود عشر. في هذه المدرسة فيها ميئة تلميذ. اليوم الذي يغرس فيها اكبر عدد من الاشجار. ونهار السبت. ثلاثة وعشرين شجرة. يوم السبت. اليوم الذي يغرس فيها اصغر عدد من الاشجار. هو نهار غرس احداش ونهار الاربعاء. اذا هذا فيما يخص الاجابة عن السؤال السادس. نمر الان الى التمرين السابع. قامت ايمان بجمع معلومات عن بعض الحيوانات اثناء زيارتها لحديقة الحيوانات كالتالي. الاسود الصغر واحد الدكور ثلاثة لانات جوج. القردة الصغر جوج الدكور ثلاثة لانات سعود الى اخرى. ونضم المعلومات السابقة في الجدول. اذا هنا سننضم هذه المعلومات ونكتبوه في كل خانة. اشهل لدينا ديال الحيوانات. نبدو بالفيالة. الصغر ديال الفيالة واحد. الانات. نبدو بالصغر ديال الحيوانات كاملين. الصغر ديال الاسود واحد. القردة جوج. اه ديبابة جوج. الدكاب خمسة. نمشيو الاينات. الاينات ديال الفيالة. اذا الاينات هو معدور. الاخرين. الاينات ديال الفيالة اثنان. الاينات ديال بابة ثلاثة. الاينات ديال الدئاب ستة. نمشيو الدكور. الدكور ديال الفيالة ثلاثة. الدكور ديال اسود. ثلاثة. الدكور ديال القردة. شو الدكور ديال القردة? هاتي القردة. ههما الدكور ثلاثة. الدكور ديال ديبابة? اتنان. والدكور ديال 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 ستة. ومن بعد غا نحسبوا المجموع. واحد زائد جوج ثلاثة زائد خمسة. واحد زائد جوج ثلاثة زائد ثلاثة. ستة. جوج زائد ثلاثة خمسة زائد جوج سبعة خمسة زائد ستة حداش زائد ستة سبتاش إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال السابع نمر الآن إلى التمرين الثامن والأخير ألاحظ جدول استعمال الزمان لأحد الأقسام وأجيب إذن مثلا نهار ثلاثة عندهم القراءة والكتابة والرياضيات ونرى كم مرة في الأسبوع يدرس تلاميذ مادة رياضيات إذن لا نعلم نهار ثلاثة ونقوم نهار ثلاثة عندنا كم مرة؟ مرة واحدة واحدة كم مرة في الأسبوع يدرس التلاميذ مادة التربية الإسلامية إذاً التربية الإسلامية لدينا نهار الخميس واحد للمرة. إذاً هنا رياجات واحد للمرة. التربية الإسلامية واحد للمرة. مرة واحدة. ما الأيام التي يدرس فيها تلاميذ التعبير؟ الأيام الاثنين الأربعة والجمعة. ها ما عندنا الاثنين الأربعة والجمعة. نكتب الاثنين. دائما نجاوب على قد السؤال غير الأيام. يعني نكتب اسم الأيام. الاثنين الأربعة والجمعة. ما الأيام التي يدرس فيها التلاميذ الفرنسية؟ نحن نرى الفرنسية. نهار الثنين لا ينش. نهار الثلاثة لا ينش. نهار الأربعة. نهار الخميس لا ينش. ونهار الجمعة لا ينش. إذاً يدرسواها يوم الأربعة. فقط يوم الأربعة. إذاً هذا فيما يخص لإجابة عن التمرير الأخير المتعلق بهذا الدرس. إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذه الحصة. نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة لنشمم دروس وتمارين نفس المقرر نفس المرجع. المرجع في الرياضيات للمستوى الثاني ابتدائي. لذا لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا كنتم لم تشتركوا بعد في القناة فالمرجو الاشتراك والضغط على زر أبوني. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.